لا تغير في الوضع الإنساني في العراق فرغم خطر كورونا الذي يهدد البلاد التي وصلت لمرحلة تفشي الوباء لا يزال القتل والاختطاف والتغييب القصري مؤشرا سلبيا وسيفا مسلطا يضع حرية التعبير عن الرأي والتظاهر على المحك والمدنيون والمتظاهرون هم الضحية خبراء حقوقيون مستقلون يعملون مع الأمم المتحدة أكدوا في تقرير حديث لهم أن الحكومة في العراق لا تكتلث كثيرا بحياة المدافعين عن حقوق الإنسان الناشطة والطبيبة ريهام يعقوب إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان التي طالت هنا رصاصات الميليشيات لتنهي حياتها مع زميلة لها ومنذ أبا الماضي وحتى اليوم لا يزال الفاعل طليقا دون معقاب كل ذلك ليسكتوا صوت الحرية لكنها لم تسكت مطالبها المتعلقة بالإصلاح ومحاربة الفساد ريهام يعقوب ليست الوحيدة المستهدفة بحسب الخبراء الحقوقيين الذين أشاروا إلى أن استهداف الناشطين تحول فعلا ممنهجا لا سيما ضد النساء في العراق حيث تعرضت ريهام بذات التوقيت مع الناشطة لوديا البرتي في البصرة للعديد من التهديدات والافتراءات على الإنترنت انتهت بقتل ريهام ونجاة لوديا من محاولة اغتيالها أمام هذه الانتهاكات يبدو أن الحكومة في العراق لم تقم أيضا بمهمتها الممكنة إليها في ظل غياب الشفافية والنزاهة لدى رجان التحقيق التي تحولت كما يصف تقرير لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق تحولت إلى أدوات لطمس الحقيقة في خدمة أحزاب جل همها الإبقاء على هيمنتها ونفوذها ومصالحها في البلاد